اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في علاج حالات ضعف الابصار الشديد وامل جديد لفاقد الابصار وهو العلاج بزراعة الخلايا الجزعية في احدث تطور لطب العيون على مستوى العالم الان في مصر بفضل الله سبحانه وتعالى نقدمه لكم من خلال برنامج حكيم عيون اخترنا لحضراتكم النهاردة عنوان الحلقة المياه البيضاء والمياه الزرقاء فابقوا معنا ولكن بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة حين الآن موعد اذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيا على الصلاة حيا على الصلاة حيا على الفلاح حيا على الفلاح أشهد أن محمد رسول الله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التام والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده الصحة والجمال لون جديد للحياة الصحة والجمال حكيم عيون مراكز الدكتور ريسام حسن لجراحات العيون والليزك خبراء علاج ضعف الإبصار في مصر والوطن العربي أحدث وأكبر مركز متخصص في جراحات العيون والليزك في قلب مصر الجديدة وحدة تصحيح الإبصار بالليزك أحدث وأدق جهاز في العالم لتصحيح قصر النظر وطول النظر والاستجماتيزم والحاصل على شهادة الـ FDA الأمريكية وهي أعلى شهادة جودة في المجالات الطبية ولأول مرة في مصر وحدة الـ IDS لتحديد أدق عيوب القرانية وإصلاحها بتقنية الـ Custom View للحصول على أفضل رؤية Supervision والمعتمدة لدى وكالة الفضاء والطيران الأمريكية ناسا والتي تمكنك من الرؤية أفضل من النظارة بصورة ملحوظة بالإضافة إلى كاميرا التصوير الخماسية Pentacam لإعطاء أعلى نسبة أمان تخلص من نظاراتك الطبية إلى الأبد وشاهد العالم بشكل جديد وحدة جراحات العيون المتقدمة غرف عمليات مجهزة على أعلى مستوى لجراحات المياه البيضاء والزرقاء وزرع العدسات وعلاج القرانية المخروطية بالليزر والأشعة الفوق البنفسجية عمليات زرع القرانية عمليات الحوال للأطفال والكبار جراحات الشبكية والجسم الزجاجي وتجميل العيون والجفون وحدة الليزر العلاجي الأرجون ليزر لعلاج أمراض الشبكية والارتشاح السكري ونزيف الشبكية الياج ليزر لعلاج الجلوكومة ومسح العدسة بعد عملية المياه البيضاء وحدة فحوصات العيون المتطورة الموجات السوتية للعين تطوير قاع العين بالسبغة الأشعة المقطعية للشبكية والعصب البصري مجال الإبصار بالكمبيوتر مقاص عدسة العين لعمليات المياه البيضاء تصوير القرانية وقياس سمك القرانية فحوصات زرع العدسات ولأول مرة في مصر وحدة علاج أمراض العيون بالخلايا الجزعية فريق أعمال متكامل ومدرب على أعلى مستوى من أخصائيين البصريات وأطقم التمريض لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.eglasic.com مركز الدكتور عصام حسن لجراحات العيون والليزك مستقبل علاج ضعف الإبصار الآن في مصر 011 16 66 88 9 011 15 70 157 26 57 645 ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وقلنا أني عنوان حلقة اليوم المياه البيضاء والمياه الزرقاء لكن قبل ما نبدأ موضوع الحلقة كنا عملنا قبل كده اختبار تحديد قدرة الإبصار وبنحاول نوفر لحضراتكم طريقة بسيطة عشان الدراسة بدأت وعاوزين نتطمن على عيون أطفالنا وعلى عيوننا إحنا شخصيا فبطلب من السادة المشاهدين إن احنا نبعد شوية عن شاشة التلفزيون حوالي 2.5 متر إلى 3 أمطار ونقفل العين الشمال ونحاول إن احنا نشوف بعنين اليمين كل العلامات الظهرة على الشاشة إحنا هنبدأ باختبار بسيط للأطفال اللي على الناحية اليمين من الشاشة هي مجموعة من الأشكال ممكن نحاول نسأل الطفل بداية من الشكل اللي فوق خالص وننزل تدرجيا لو كان عنده القدرة بالعين اليمين إن يشوف كل العلامات في الناحية اليمين أو بالعين اليمين لوحدها نبدأ نعمل اختبار على العين اليسرى يعني نقفل العين اليمين ونحاول نخليه يبص على العلامات كلها بالعين اليسرى لو كان الطفل ده أكبر شوية وفي المدرسة وعنده قابلية أو قدرة لتمييز الحروف فممكن ننتقل إلى الجزء الأيسر من الشاشة ونعمل عليه نفس الاختبار لازم أوضح لحضراتكم إن احنا لما بنقيس قدرة العين بنقيس قدرة العين العين اليمنى لوحدها والعين الشمال لوحدها وهنعرف ليه ده دلوقتي بعد ما نبدأ نتعرف على موضوع المياه البيضاء ونعرف إنها ممكن تصيب عتامة في عدسة العين يا إما في عين وحدة يا إما في العينين فدلوقتي الاختبار إحنا بنحاول نعمله بنسيب الصورة شوية صغيرين على أساس إن الناس تستفاد كلها ده الاختبار بتاع الأطفال أو اللي هم في سن المدرسة واللي عندهم القدرة يعرفوا الحروف الاختبار اللي بعد كده إن شاء الله هيبقى للأكبر سن ودي العلامات المعتادة اللي الناس كلها عرفاها سواء الحروف برضو على يسار الشاشة أو العلامات اللي هي حرف السي المشهورة جدا في معظم العيادات أو حرف الإي اللي موجود على يمين الشاشة بنفس طريقة الاختبار بنبعد مترين ونص لتلات أمطار عن الشاشة ونحاول نقفل العين اليسرى ونعمل فحص لحد ما نشوف كل العلامات لحد آخر سطر اللي عنده القدرة إن يشوف كل السطور معناه إن العين عنده الكويسة العين اليمين وبعد كده نعمل اختبار مرة أخرى على العين اليسرى عشان نتأكد من سلامة الرؤية في العينين يبقى إحنا كده ده اختبار بسيط بنحاول نوفره لحضراتكم من خلال الشاشة عشان اللي ما عندهوش وقت أو اللي ظروفه مش سامحة أو لو ما حدش عنده في المنطقة بتاعته دكتور عيون قريب منه يقدر إنه من خلال الاختبار البسيط ده يعرف إذا كانت قدرة العين عنده سليمة ولا كان فيه عنده مشكلة واللي عنده مشكلة إحنا بنحاول لنبه الناس إن في الأمراض دايما بالذات في العين الوقاية خير من العلاج يعني إنت لما تعرف إن فيه ضعف في العين لازم تتوجه لطبيب العيون وهو هيفحص حضرتك ويبدأ يقول لك إذا كانت المشكلة دي مشكلة بسيطة ولا لقدر الله فيه مشكلة أكبر ده مجرد توعية صحية بنحاول نوري الناس أهميتها هنبدأ النهاردة نتكلم عن المياه البيضاء والمياه الزرقاء لكن في البداية لازم نتعرف الأول على تركيب العين ونعرف العين أصلا أجزاءها مكونة من إيه بداية من قرنية العين حتى العصب البصري دي صورة بسيطة خالص العين إحنا وغدين فيها مقطع أمامي خلفي يعني دي العين من قدام لورا الجزء اللي على يصار الشاشة اللي هو واخد تحده بجامد ده أول جزء شفاف فيه العين وهو قرنية العين وقرنية العين اتكلمنا قبل كده قلنا إن هي جزء شفاف وبيمثل تقريبا تلتين قوة العين على تكوين الصورة ع الشبكية وبعد كده فيه حاجة اسمها الخزانة الأمامية وبعد كده قزحية العين اللي داخل فيها حضقة العين وبعد كده الجزء الأبيض اللي عامل زي المعين دوت اسمها عدسة العين وبعد كده فيه جزء كبير جدا اسمه الجسم الزجاجي وبينزل بعد كده الضوء على مركز الإبصار في الشبكية وبيتنقل من خلال الأعصاب الدقيقة جدا اللي بتكون العصب البصري من خلال العصب البصري إلى مركز الإبصار في المخ دي الطريقة السليمة للرؤية إن الصورة عشان تشوفها لازم تعدي من خلال قرانية شفافة الخزانة الأمامية ما فيهاش أي رواصب أو حاجة بتعوق الرؤية حضقة العين بتبدأ حسب شدة الضوء اللي حواليها بتفتح وتقفل وبعد كده يعدي من خلال عدسة العين والجسم الزجاجي لحد ما يوصل للشبكية الصورة اللي بعد كده هتورينا ما هي المياه البيضاء أولا المياه البيضاء هي عتامة بتصيب عدسة العين وإحنا شفنا في الصورة اللي قابليها إن عدسة العين دي جزء داخلي يعني جوه العين يعني صعب إن الشخص اللي محيط بيك إذا كان قريب ابن أخ وأخت إنه يقولك إيه ده فيه مياه بيضة في العين لأن بعض الناس بتيجي معتقدة إن العتامة اللي بتصيب قرانية العين من برة واللي بتخلي لونها أبيض هي دي المياه البيضاء حتى إن في بعض الناس مع تقدم العمر بيظهر يحصل عندهم في قرانية العين حاجة زي الهلال كده الأبيض بيكون في أطراف قرانية العين ده بيحصل مع تقدم العمر مجرد تغير بسيط في قرانية العين فييجي المريض مخدود يقول لي ده أنا ابني قال لي إن عندك مياه بيضة إحنا عاوزين بقى دلوقتي نحط قواعد إن عدسة العين هي جزء داخلي بعد قرانية العين وبعد القزحية وبعد حضقة العين هي الجزء الأبيض اللي مكتوب عليه مياه بيضاء يبقى المفروض العدسة شفناها في الصورة اللي قبل كده كانت شفافة وكان بيعد من خلالها الضوء لحد ما يوصل الشبكية في هذه الحالة تحولت بروتينات العدسة من اللون الشفاف اللي هو زي ما باين لحضراتكم إلى اللون المعتم اللي هو اللون الأبيض هنشبهها ببساطة شديدة جدا حضرتك لما بتفتح البيضة البيضة بتاعة الفرخة العادية اللي إحنا بنكلها قبل ما تسلقها بيكون البيضة بتاعها شفاف لأنه سائل بسيط جدا لما بينسخنه أو بيتحول إلى مادة بروتينية أو بيحصل له حاجة اسمها دي ناتيوريشن أو تغير في المادة البروتينية بتاعته فالمحتوى الماء اللي جواه بيتغير بيبقى صلب شوية ومعتم أو لونه أبيض ده تقريبا تشبيه بسيط للتغير اللي بيحصل في عدسة العين من اللون الشفاف إلى اللون الأبيض يبقى المياه البيضاء هي عتامة بتصيب عدسة العين وعدسة العين جزء داخلي ما حدش يقدر يشوفه أو يشخصه أو يعرف إذا كان المريض ده فعلا عنده مية بيضة ولا إلا طبيب العين طب أنا ليه بسر على النقطة دي عشان لما هنشوف بعد كده إن المياه البيضاء فيه منها نوع اسمه النوع الخلقي يعني ممكن الطفل يتولد بيه من غير ما الأبوين يلحظوا أي تغير خالص يعني معنى كده إن ممكن لقدر الله الأمهات اللي أصيبت بحمة أو كانت بتاخد أي أدوية أثناء فترة الحمل أو جت لها حصبة ألماني أو كان فيه زواج الأقارب أو كانت بتعاني من أي مشكلة زي السكر أو خدت كورتيزون أو اتعرضت درجات حرارة عالية أو يعني هي نفسها ارتفعت درجة حرارة جسمها أو سخنت ممكن الطفل يولد بهذه المشكلة اللي حضراتكم شايفينها لو لاحزنا الأول هنبص على العين الشمال هنلاقي إن إنعكاس الضوء في العين طبيعي تماما وإن حضقة العين الجزء المنتصف في العين لونه اسود أما في العين اليمنى فالطفل ده مولود بمياه بيضاء خلقية يعني المياه البيضاء هي عتامة أصابت عدسة العين في هذا الطفل سواء جت له وهو لسه جوه جنين في بطن أمه وتولد بيها أو أصيب بيها في الأشهر الأولى من ولدته نتيجة خلل في الهرمونات أو بعض الأطفال بيكون عندهم بعض المشاكل في بعض الإنزيمات ودي حالات ندرة جدا لكن بتصيب عتامة العين ساعات بييجي الموضوع ده من الرضاعة يعني الطفل يكون عنده مشكلة مع لبن الأم ولما يتعرض للبن الأم يحصل له هذه المشكلة اللي هي أسمها المياه البيضاء المياه البيضاء اللي احنا شفناها دلوقتي أصابت عين واحدة طب هل ممكن الطفل يولد أو يصاب بعتامة في العدستين ممكن وده اللي هنشوفه دلوقتي على الشاشة إن الطفل ده لو حضراتكم ملاحظين في لون مائل إلى الرماضي أو الأبيض بين جوه حضقة العين وحضقة العين مخبية جزء من العدسة اللي هو الباقي واللي ظاهر قدامكم الجزء الأبيض ده يعني الطفل ده لا يرى يعني الأمهات لازم تنتبه إذا كانت حصل لها أي مشكلة أثناء الحمل أو كان فيه أي طفل تولد في العيلة عنده مشكلة قبل كده أو فيه زواج أقارب إن طبيب العيون لابد أن يقوم بفحص الطفل بعد ولدته مباشرة إذا ظهر عليه أي تغير في لون حضقة العين إلى اللون الرماضي أو اللون الأبيض العلامة دي قد تكون بسيطة جدا زي اللي احنا شايفينها وهي المياه البيضاء وقد تحمل وراها حاجة من أخطر الأمراض اللي بتصيب الأطفال وهو ورم خبيس بييجي في الشبكية اسمه الريتنو بلاستومة وده مرض قاتل يعني احنا ممكن نستهين بالمشكلة أو نتجاهلها أو نتكاسل عنها أو نقول أصل الظروف ما تسمحش فتلأسف الشديد تتحول من مشكلة بسيطة إلى إعاقة بصرية دائمة أو إلى كارثة ممكن تصيب هذا الطفل فنداء إلى كل الأباء والأمهات إذا كنتوا عاوزين تحافظوا على صحة أطفالكم لا تكتفوا بالفحص البسيط اللي بيتم عن طريق دكتور الأطفال أو دكتور النساء بعد الولادة لازم نتوجه كلنا لدكتور العيون عشان يطمننا على عين الطفل لأن دي مشكلة من ضمن المشاكل الكتير اللي ممكن الطفل يتولد بيها احنا مثلا هنفترض أن الطفل ده كانت عينه مجرد يعني بتلتهب أو بيحصل له دموع أو أن حد قالك الطفل ده عنده حاول هتتوجه جري على دكتور العيون طب إيه المشكلة أن أنت يتكلفي نفسك مشوار بسيط حتى لأي مراكز رعاية صحية أو مستشفى مركزي أو مستشفى متخصص أو حتى لدكتور فعياته احنا في الآخر أنتو اللي بتستفادوا من هذا احنا بنبلغ رسالة أن الوقاية خير من العلاق في مثل هذه الأمراض لو الطفل ما تشخصش بدري وطلع عنده عين فيها ضعف والعين التانية سليمة هيظل طول العمر عنده حاجة اسمها الكسل الوظيفي احنا ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا عنين والعينين دول بتتجمع الصورة زي ما شرحنا في البداية من أول ما بتعد من القرانية لحد ما بتوصل للعصب البصري والعصب البصري في الناحية اليمين والعصب البصري في الناحية الشمال ربنا خلق لهم نقطة التقاء داخل المخ بتبدأ تجمع الصورة اللي جاية من الناحيتين عشان تدي صورة مجمعة سلاسية الأبعاد تخلي الواحد حاسس بالاستريوبسس أو عمق الرؤية لو لقدر الله الطفل كان شايف بعين واحدة هو مش هيقدر يقول مش هيشتك مش هيقول يا ماما أنا شايف بعين واحدة لأنه هو اتأقلم أو تعود أو من ساعة منامة عنده النظر هو شايف كده ننتقل إلى الجزء الآخر وهي المياه البيضاء المكتسبة هل هي ممكن تيجي لحد بعد كده مع تقدم العمر ممكن طفل صغير اتخبط احنا برضو هنبدأ بالسن احنا دلوقتي اتكلمنا عن الطفل اللي لسه كان جنين وبعد كده اتولد ممكن وهو لسه في مرحلة الطفولة اتخبط أو لقدر الله عنده سكر أو حصل له أي حادث أو مشكلة في العين أو نتيجة زي ما اتفقنا بعض الانزيمات أو الأخطاء الهرمونية اللي موجودة في جسمه ممكن تكتسب المياه البيضاء وممكن تيجي في عين وممكن تيجي في العينين دي صورة بتوضح ببساطة شديدة ان على الشمال بقبء العين أو حضقة العين احنا بنأكد وبنعيده انك تبص جوه النني ما تبصش على حرف قرانية العين النني من جوه فيه نعكاس للون رمادي أو أبيض اللي باين في ناحية الناحية اليمين من الشاشة يبقى الشخص ده أصيب بمياه بيضاء المياه البيضاء عتامة غير منفزة للضوء يعني دلوقت الشخص ده غالبا مش قادر يشوف بالعين الشمال أو على أقل تقدير حصل له تشويش في الرؤية نتيجة ان الصورة مش عاوزة تتجمع أو مش عارفة تتجمع بشكل صحيح على شبكية العين الأمراض اللي ممكن تجيب لنا المياه البيضاء بصورة أكبر السكر وده حاجة مشهورة جدا والأكتر مع تقدم العمر يعني احنا كل تقريبا البشر أو معظمهم مع تقدم العمر بيحصل تقدم في كل جسم الإنسان من ضمنه تغير في التركيب اللي ربنا خلقه لعدسة العين فتبدأ شفافيتها تقل شوية فيشعر المريض مع تقدم العمر أن الرؤية ما بقتش زي ما كان متعود فيظن ببسطته أو بطبته المعتادة أنه ده مجرد تغير محتاج يعمل نظارة فييجي المريض يقولك إيه يا دكتور أنا كشفت وقالوا لنا عندي مياه بيضاء ومحتاجة عمل نظارة المياه البيضاء لا تعالج لا بأطرات ولا بأدوية ولا بتنفع فيها نظارة ببساطة شديدة لو حضرتك في البيت عندك إزاز يعني الشباج بتاع البيت في إزاز وروح تقافل الشيش هل فيه إمكانية أن أنت ممكن تشوف اللي وراء الشيش ده صعب جدا فإحنا لو العتامة بتاعة العدسة أغلقت الضوء أو قللته وما بقاش قادر يوصل للشبكية فبتصبح الرؤية غير سليمة مهما حطنا نظارات قدام هذه العين أو قدام هذه العدسة الصورة مش هتخش لأن النور مش هيعدي حتى لو من خلال عدسة النظارة الشفافة ففي إعاقة وراء فبالتالي النظارة غير مجدية في هذه الحالات يبقى إحنا ببساطة عتامة عدسة العين المسببة لمرض اسمه المياه البيضاء لا ترى الأشخاص الحواليك أو لا تعتمد على رأيهم وما تتخدش وخذ الأمر ببساطة شديدة المياه البيضاء تشخيصها سهل جدا وبيتم في أقل من دقيقة لكن ليه خطوات بنعملها عشان نتطمن على المريض الخطوة الأولى إن احنا بنعمل حاجة اسمها فحص قاعين عشان نتأكد من سلامة بقية أجزاء العين يعني إذا كانت المياه لسه في بدايتها وفيه إمكانية إن احنا نقدر نشوف الأجزاء اللي وراها بنتطمن على العصب البصري وعلى مركز الإبصار وعلى الشبكي وللأسف الشديد ليه؟ لأن معظم الناس للأسف في مصر تعودت إنها ما بتروحش للدكتور إلا مضطرة يجي لك يقولك أنا مش شايف خالص تفحص تلاقي عنده ميا بيض عتمة في القرانية ضغط العين عالي عنده مشكلة في الشبكية السكر مأثرة فتلاقي نفسك محتاج عشرين حاجة عشان تعمله فإحنا لو سهلنا على نفسنا وأول ما بدأ يحصل أي تغير في الرؤية غير معتاد نبدأ نتوجه لطبيب العيون حتى لو من باب الاستشارة وحتى لو الدكتور قالك إنك كويس قول الحمد لله يا رب حافظ لي على هذه النعمة أما إنك تهمل وتفكر وتروح وتلف من دكتور لدكتور طب اعمل لي نظارة عملنا النظارة طب ترامد أنا جربت أعمل معرفش فين وما بقتش شايف اسمع الكلام من فضلك وحاول ما تستخدمش مخك تشخيص الأمراض في هذه الحالة يعتمد على كمية كبيرة من الأجهزة هنشوف بقى مع بعض دلوقتي يعني إحنا شرحنا دلوقتي شوية عن المياه البيض وقلنا طريق التشخيصها سهلة وبنفحص العين طيب إحنا عاوزين نعرف بقى المياه البيضة دي بتتعمل إزاي هل هي عملية ضخمة لدرجة إن الناس تخاف منها هل إحنا وصلنا إنه في 2014 الناس تخاف من إجراء عملية لا كان زمان خالص بيقولوا لمريض إيه إحنا عاوزينك تستنى لما المياه تستوي لإني كان زمان إحنا بنتطر نشيل عدسة العين بالكامل الكلام دا مش من زمان قوي يعني يمكن قبل ما أنا تولد يعني فالقصة كانت زمان بنستنى لما المريض الرؤية عنده تنعدم تماماً ونشيل له عدسة العين عشان يشعر بتحسر الكلام دا لم يعد له وجود تماماً إحنا دلوقتي أول ما حياة المريض بتتأثر يعني نفترض إن حضرتك بتسوق عربي وبدأت الرؤية أنت حسنك مش شايف هل إنت هتستنى لما الرؤية تنعدم فلقدر لا تعرض حياتك وحياة الناس للقطر ولا هتروح تتوجه لدكتور يشخصك ويعمل لك العملية طب نشوف العملية يا سيتي العملية بتجرى إزاي أولاً بعد تشخيص المريض بنعمله حاجة اسمها مقاس عدسة إحنا دلوقتي قلنا إن العتامة حصلت في عدسة العين ولو شن عدسة العين دي الرؤية هتتقص طب إحنا عاوزين نعرف المية البيضة دي بتتعمل إزاي المية البيضة أولاً ده فيديو كده بيشرح لحضراتكم إزاي تكونت المية البيضة دي اللي أنا شرحتها لكم وقلت لكم إن بيحصل تغير في البروتينات بتاعة العين بتتحول من الشفافة إلى المعتمة تبدأ تتجمع لحد ما تبان عتامة في عدسة العين يشعر المريض بالطراب في الرؤية ويقدر دكتور العيون في دقيقة أنه يشخص المية البيضة دلوقتي بتبدأ نعمل للمريض عملية اسمها عملية المياه البيضاء بالموجات الصوتية بتتعمل يا إما ببنج موضعي عبارة عن مهدق بياخده كده مع حقنا جنب العين يا إما ببنج سطحي وعن طريق فتحة صغيرة خالص بصوا عاوزكوا تقرنوا ما بين الفتحة اللي بتتم حاجة زي سن الألم مقارنة بحجم القرنية الكبير جداً إحنا تقريباً ما بنفتحش العين خالص بنشيل دلوقتي الكابسولة العدسة دي عاملة زي بالزبط الترمس كأنك معاك ترمسها في إيدك بنشيل الكابسولة دي ونقشرها ونطلع الجزء المعتم عن طريق حاجة اسمها لموجات الصوتية ده جهاز بيشفط العدسة المعتمة عن طريق إنه بيفتتها بالموجات الصوتية فبتطلع من خلال فتحة صغيرة جداً رغم إن هي زي ما انتوا شايفين حجمها كبير وده التقدم اللي حصل في علاج المياه البيضاء إن إحنا بنفتح دلوقتي فتحة لا تتعدى 2 ميلي وشلنا دلوقتي العتامة وبعد كده بنرجع دي العدسة اللي هتتزرع جوه العين بصوا حجمها كبير إزاي لكن إحنا في فضل اللي عندنا دلوقتي تكنولوجيا إن إحنا العدسة دي اسمها فولدابول نقدر نلفها وندخلها عن طريق محقاً وتخش جوه العين تتفرد وده رجعت العين كما كانت والمريض بيقدر يشيل الغطا بعد 4 ساعات وترجع الرؤية تتحسن ويرجع لحياته العادية تاني يوم إذا كان بيشتغل أي أعمال محتاجة إنه يشوف الحاجات القريبة زي القراءة بنعمله بعد شوية نظارة قراءة لكنه بيقدر يسوق ويمشي وتفرج على التلفزيون ويقابل ضيوفه كل ده بدون الاستعانة بنظارات خالص يبقى إحنا كإن إحنا شلنا العدسة الطبيعية اللي ربنا خلقها اللي حصل فيها مشكلة وزرعنا مكانها عدسة تانية تخلينا نقدر نشوف من غير ما نحتاج نظارة فده ساعت بيمثل ميزة ليه؟ بعض الناس اللي عندهم قصر النظر الشديد اللي فوق مثلا 14 و15 اللي هما بيلبسوا نظارة سميكة شوي لما بنعمل لهم عملية المياه البيضاء بيستفات حكتين إن إحنا بنشيل العتامة اللي حصلت جوه العين وإنه بيستغنى حتى عن النظارة بتاعته لإن إحنا قلنا إن التطور دلوقتي وصل إن إحنا بنزرع عدسة تخليك تقدر تشوف في بعض الأحيان تقدر تشوف 6-6 حتى بعض عملية المياه البيضاء لكن بتحتاج بس نظارة اسمها نظارة قراء ودي حاجة بسيطة خالص يعني إنت تخيل بعد سنين طويلة عشتها متعذب ولابس نظارة ويمكن إحنا ما نتكلمش عن نظارة البسيطة إحنا نتكلم على واحد ما بيقدرش أصلا يشوف قدامه 2 متر من غير النظارة دي حاجة ما يحسهاش غير المرضى فيعني ناخد الكلام بمأخص جد ونتوجه لأقرب دكتور عيون ونتطمن على عيوننا طب مين الناس الأكثر عرضة اللي محتاجين يفحصوا قلنا مرضى السكر مرضى الضغط مرضى الروماطايد الناس اللي بتاخد كورتيزون الناس اللي عندهم تاريخ مرضي في العيلة الأب أو الأمة أو الإخوة أو حد كان عنده مشكلة بعض الناس اللي عندهم أمراض في الشبكية زي الالتهاب الشبك التلوني بيجي لهم نوع من المياه البيضاء اسمه Posterior Subcapsular وده ساعات لما بينشيله بيحصل تحسن في الرؤية بعض الناس اللي عندهم أمراض خلقية زي الداون سندروم أو حالات الداون سندروم أو البلغ المغولي دول بيبقوا برضو عندهم أقصر عرضة للإصابة بالمياه البيضاء ده ببساطة شديدة تجميعة للمياه البيضاء نتعرفنا عليها أن هي ممكن تكون خلقية يعني تيجي أثناء التكوين الجنيني وممكن تيجي في الأطفال وممكن تيجي في الكبار وطريقة علاجها بتفرق ما بين الكبار والصغيرين أنه إحنا لو عملناها بدري قوي قبل سن 3 سنوات بنشيل بس المياه وبنلبس الطفل نضارة لحد ما يبلغ سن 4 سنوات وبعد كده نزرع عدسة جوه العين ليه؟ لأن المناعة بتاعة الطفل بتكون عالية جدا فساعات لما بنزرع له عدسة في سن مبكرة بيحصل عليها بعض العتمات فعشان يتمتع برؤية جيدة وما يحصلوش كسل اللي احنا قلنا عليه وما ترجعش العتمة تزيد بنستنى لما يبلغ سن من 3 ونص لأربع سنوات ونزرع له عدسة في هذه الفترة بيبقى لابس نضارة يمكن بتكون نضارة سميكة شوية لكنها بتساعد على تكوين الرؤية بصورة سليمة ومعنا اتصال سلام عليكم بساذ عزة فدال أحمد سعوب في الكل فضلي ماليكم السلام ورحمة الله هلو أي فندم سامع حضرتك بقول لح عدرتك بالنسبة لوالكتي عندها تمانين سامع بقول لح عدرتك بالنسبة لوالكتي عندها تمانين سامع معلش فندم وقت التلفزيون بس طيب أنا بأيدي عن التلفزيون طيب تفضلي ويتها تماني فضلي بقول لك عدرتك ومديت عندها السكر وعند شبكة القرانية كويسة كويس والدكتور يعني كان من حوالي سماتين قالت كده يعني كشف عليها وقالت شبكة كويسة وعندها مية على عين تمام بس المشكلة كلها فرق بالنسبة للسن هي عندها ثمانين سنة يفن المشكلة أهم حاجة صحتها كويسة يعني احنا دلوقتي عندنا قدرة اللي احنا لسه قلين انها بتتعمل احنا خايفة عليها عشان ايه عشان السن هل تعملها او ما تعملها ايش طيب انا هجاوب حضرتك اتفضلين عندك اي استفسار تاني طيب شو اكلم بص يا فادم احنا قلنا في بداية الحلقة ان العملية بتجرى ببنج سطحي او بنج موضعي يعني مش معقول عشان خاطر الحاجة وصلت لسن تمانين سنة ربنا سبحانه وتعالى مسبب الاسباب والاعمار دي بيد الله ربنا يديها الصحة وتعيش قدهم تاني بس الفكرة ان احنا منسيبش واحد وصل لدرجة انه هو نظر ويضعف قوي عشان خاطر خايفين من حاجة تاني اولا احنا بيتم فحص المريض بواسطة دكتور القلب وبنعمله اذا كان لقدر الله عنده اي مشاكل داخلية زي الضغط والسكر والانيميا الحاجات دي كلها بتتعمل بيها تشيك بيوقف لو بياخد اي ادوية سيولة قبلها ب3 ايام وبعد كده بنعمله العملية العملية بتتم ازاي ببنج موضعي او بنج سطحي البنج الموضعي بياخد حاجة اسمها تبريفان او دورميكم ده مهدئ بيخليه حتى ما يشعرش بينا واحنا بنعمل اي حاجة بيسمعنا وبيحرك راسه معنا وبيبقى فاهم ان احنا شغالين لكن ما بيشعرش باي قلم الحاجة الوحيدة اللي بنتطلبها ان المريد يقدر ينام على ظهره نص ساعة فاذا كان المريد عنده 150 سنة لكن يقدر ينام على ظهره نص ساعة باذن الله ده وقت العملية من قبلها يعني من اول ما بنبدأ نقدر المريد لحد ما بيقوم التغدير بياخد ربع ساعة والعملية بتاخد ربع ساعة فتوكل على الله اذا كانت الحاجة وصيبت بلميها البيضاء والعتامة وصلت انها اثرت على الرؤية في النحيتين يعني هي دلوقتي مش قادرت تعتمد على نفسها في الحركة نعمل حتى عين واحدة تقدر تستعين بحركتها الطبيعية تخش الحمام وتأكل نفسها وتتوضى وتصلي يبقى الكلام ما فيهوش اي مشكلة خالص ننتقل الى النوع الاخر اللي احنا اخترنا له عنوان الحلقة النهاردة وهو الجلوكوما او ارتفاع ضغط العين او المعروف بالزرق او المياه الزرقاء وده مرض انا بعتبره من اخطر الامراض اللي بتصيب العين ديه لان للأسف احنا قلنا في البداية ان الشعب المصري من جار زعب ما بيروحش للدكتور الا في حالة الضرورة القصوى ما عندوش ثقافة انه يروح يتطمن على نفسه الا من رحم ربي المياه الزرقاء مرض خطير جدا ليه لانه بيأثر على مجال الرؤية يعني على العصب البصري لكنه لا يؤلم ولا يسبب اي مشكلة ما عادة في المراحل الاخيرة خالص اللي بيفقد فيها المريض البصري طيب ايه هي اصلا الجلوكوما الجلوكوما هي مجموعة من التغيرات بتحصل في العين عبارة عن ارتفاع في ضغط العين ممكن يؤدي الى ضمور في العصب البصري وده بيصاحبه تغير في مجال الرؤية وتغيرات في حاجة اسمها الاو سي تي اللي بيبايي لنا ان الخلايا العصبية بدأ يحصل فيها خلاك وزي ما قلنا ان المياه البيضاء ممكن تكون خلقية المياه الزرقاء كمان ممكن تكون خلقية الصورة دي مش عاوزها تخد حد الطفل ده في ما يبدو ممكن بعض الناس يقولوا انه طبيعي لكن لو حضراتكو راكستوا هتلاقوا ان حجم قرانية العين عنده كبير جدا وده من ضمن الحاجات اللي ممكن تعدي على كل الناس ان الطفل يتولد يقولك بسم الله يا ما شاء الله ايه الجمال ده ده عنيه جميلة خالص لأ دي علامة من العلامات السيئة جدا انه لازم ناخد بالنا منها جدا ان اي طفل يتولد حجم عينه غير طبيعي سواء في عين واحدة او في العينين لازم يتفحس وفورا ومن اول يوم ويتأسله ضغط العين ويتشاف قرانية العين ويتشاف اذا كان فيه مشكلة في العصب البصري ولا لا ده النوع المخيف في المياه الزرقاء المياه الزرقاء الخلقية طب ممكن الطفل يتولد بصورة اسوأ ان يجيله عتامة على قرانية العين يعني تبص في العين تحس ان عينه لونها ابيض وفي هذه الحالة في الغالب العين بتكون بتدمع تدميع كتير يبقى احنا قلنا ثلاث علامات خطيرة ان حجم العين اكبر من اللي يازم حجم قرانية العين او ان العين عليها عتامة او ان العين بتدمع في كل الاحوال احنا لازم نتطمن حتى لو طلع قصة الدموع دي ملهاش علاقة بدغط العين وممكن يكون مجرد انسدات في القناة الدمعية او عدوى من قط الولادة او من مجرى الولادة عند الام لو كان الطفل جلو مكروب اللي بيحصل في اول العمر يبقى احنا عندنا برضو نوع من الاطمئنة لو فحصناه وطلع ما عندوش مياه زرقاء يبقى فضل من الله لو لقدر الله طلع يبقى احنا لحقناه طب احنا بنعمل ايه بنقيس الاول حجم قرانية العين وبنقيس ضغط العين عن طريق حاجة اسمها التونبين وبنعمل فحص قاعين الكلام ده بيتم تحت مقدر كل لو اثبتت الفحصات ان الطفل ده عنده مياه زرقاء خلقية لا مجالة للأدوية تدخل جراحي فوري بنعمل عين والتانية بعدها فيه اسرع والام ما تتخضش يعني ان شاء الله رب العالمين بتتعمل وبتكمل الامور من غير اي تدخل خالص احنا بنعمل زي تغير فيه مجرى السوائل الداخلية للعين عشان نحافظ على العصب البصري لان العصب البصري لو زاد عليه ضغط العين ممكن يتلف ولو تلف سبحان الله العلي العظيم الحاجة الوحيدة اللي ممكن فيها يرتد العصب البصري تاني بعد ما يحصل فيه ضعف هو الارتفاع لضغط العين في الاطفال فدي علامة مبشرة لكن ما تخلناش نتواكل يعني لازم نشخص الطفل عشان نلحقه العملية بسيطة خالص بنعملها من غير ما تأثر على اي حاجة في الطفل بنقلل بيها ضغط العين الداخلي فبترجع حجم العين الى حد كبير يتزبط الشد الجامد او اللي بيبقى على القرنية وعلى صلبة العين بيقل الضغط على العصب البصري بيقل وبتنمو بعد كده انسجة العين بصورة تامة وممكن يتمتع برؤية جيدة مدى الحياة بيحتاج بس متابعة من وقت للتاني طب النوع التاني من ارتفاع ضغط العين ارتفاع ضغط العين في الكبار وده ليه شقيني اما ارتفاع اسمه Primary Open Angle Glucoma او الجلوكومة مفتوحة الزاوية يعني العين تركبها سليم تماما ما فيش فيه اي تغير يعني السائل بتاع العين بيعد بصورة سليمة لكن يا اما السائل اكتر من اللازم يا اما خروجه من العين اصعب من اللازم لو حضراتكو شايفين الضغط او الاسهم اللي مرسومة دي بتقول ان كل الضغط بتاع العين راجع لورا يعني بيأثر على العصب البصري يعني الناس برضو فهم غلط يجي العين يقولك اي انا عند اصداع فلو سمحت شوف لي ضغط العين انا متحاول من دكتور البطنة وقال لي روح اصدغط العين الكلام ده كلام فارغ ضغط العين من النوع ده لا يسبب قلم عشان كده بقولكو ده مرض خطير لانه بيؤدي الى ضمور في العصب البصري وضمور العصب البصري حاجة من ضمن الكوارث اللي ممكن تصادف اي حد في حياته ومشكلته في ايه انه بيبدأ يأثر على مجال الرؤية يعني هو ما بيأثرش على النظر النظر عندنا حاجتين النظر المركزي يعني انت حضرتك لو بصصت دلوقتي على الشاشة انت مركز على التلفزيون فشايف شاشة التلفزيون لكن المفروض ان عينة بتجيب بقية اطراف الحجرة المحيطة بي يعني حتى لو اخوك او اختك او حد قاعد جنبك تقدر وانت بصصت التلفزيون تجيبه الموضوع ده ما بيحسوش غير الناس الاسكية جدا او اللي بيقوموا بالفحص او اللي كان عندهم طريق مرضي في العيلة فشافوا نقدر نشوف مجال الابصار دوت يعني في الصور اللي بعدين كده هيبلنا مجال الابصار عبارة عن ايه انت شايف الولدين هم لكن اطراف الصورة مش باينة ده اللي ممكن ما حدش ياخد باله منه يقولك ايه طب ما انا شايف انا بعرف اسوق بس باجي عشان ابص في المراية لازم اعوي جراسي عشان اشوف العربية اللي جايه وراي ما دي من ضمن العلامات السيئة جدا النوع التاني من الجلوكومي او ارتفاع ضغط العين هو النوع الحاد اللي بيجي بألم شديد جدا وبيعمل احمرار شديد في العين وبيسبب لقدر الله ساعات بعض الناس بيجي لهم قيء من شدة الألم وده حالة من ضمن حالات الطوارئ اللي بتستلزم دخول المريض المستشفى وتعليق محلول من مانيتول وبنديله قراص زي السيداماكس شكل العين بيبقى ازاي؟ بتبقى محمرة جدا وبتدمع وقرانية العين كأنها معتمة الحدقة متسعة ولا تستجيب للضوء المريض بيحس كأن ساروخ من النار في دماغه ألم شديد لا يحتمل في هذه الحالة احنا بندخل المريض ونوط ضغط العين بأسرع ما يمكن ونعمل جلسة ليزر للعين دي وللعين التانية وبعد كده ندخله نعمله عملية المياه الزرقاء العلاج بيبقى محتاج تدخل سريع وما ينفعش المريض يسيب نفسه يعني أي حد يشعر بألم شديد في العين مع حمرار شديد مع عدم وضوح في الرؤية مع تدميع جامد دي ممكن يكون ارتفاع حاد في ضغط العين وهو ده اللي احنا عاوزين نفرقه ما بين النوع الأولين اللي شفناه من شوية اللي ما بيسببش ألم والنوع ده اللي هو بيسبب ألم ويبقى النوع ده لما بيجي المريض ما بيكونش ده مجرد صداع عادي ده صداع مصحوب بهذه الأعراض اللي احنا قلنا عليه ايه علاج المياه الزرقاء في البداية بنعمل مجال إبصار وقوسي تي أو أشعة مقطعية وبناء على ارتفاع ضغط العين بنبدأ بقطرة واحدة ممكن توصل لحد أربع أطارات الأطارات لو ما جابتش نتيجة ممكن نبدأ بعد كده في التدخل الجراحي وعملية الجلوكومة أو عملية المياه الزرقاء عملية بسيطة وسهلة بتوطي ضغط العين جدا وبتحسن الأمور بصورة ملفتة ومجال الإبصار بيظل سابت وبيمشي المريض بعد كده إن شاء الله من غير أي مشاكل خالص أرجو ان احنا النهاردة نكون استفدنا وعرفنا يعني ايه مياه بيضاء ويعني ايه مياه زرقاء وعرفنا الفرق ما بين المياه الخلقية والمياه المكتسبة سواء في المياه البيضاء أو المياه الزرقاء وشفنا وسائل العلاج سواء التدخل الجراحي أو الأدوية وعرفنا ان فيه حاجة اسمها الاو سي تي أحدث شوية من مجال الإبصار بنقدر نشخص به حالات الجلوكومة يعني أي حد عد سن الأربعين الناس أصحاب البشر الغمأة الناس اللي عندهم حد في العيلة كان لقدر الله فقد البصر أو عنده مشكلة في العيل ما يسبش نفسه للظروف لازم تفحص نفسك يبقى الفحص يتمل الأطفال من أول يوم في العمر ويتمل كل الناس تقريبا مرة كل ستة شهور أو كل سنة أرجو أن تكونوا استفدتم من الحلقة النهاردة وبقول أن احنا عندنا وسائل كتير جدا للتواصل سواء من الأرقام اللي بتظهر على الشاشة أو من خلال الفيسبوك أو من خلال موقع ايجي ليزيك أو من خلال الإيميل سعدت بلقائكم وأشوفكم بإذن الله زي النهاردة وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأطحى المبارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مراكز الدكتور عيصام حسن لجراحات العيون والليزيك خبراء علاج ضعف الإبصار في مصر والوطن العربي أحدث وأكبر مركز متخصص في جراحات العيون والليزيك في قلب مصر الجديدة وحدة تصحيح الإبصار بالليزيك أحدث وأدق جهاز في العالم لتصحيح قصر النظر وطول النظر والإستجماتيزن والحاصل على شهادة الـ FDA الأمريكية وهي أعلى شهادة جودة في المجالات الطبية ولأول مرة في مصر وحدة الـ ID لتحديد أدق عيوب القرانية وإصلاحها بتقنية لحصول على أفضل رؤية والمعتمدة لدى وكالة الفضاء والطيران الأمريكية والتي تمكنك من الرؤية أفضل من النظارة بصورة ملحوظة بالإضافة إلى كاميرا التصوير الخماسية لإعطاء أعلى نسبة أمان تخلص من نظاراتك الطبية إلى الأبد وشاهد العالم بشكل جديد وحدة جراحات العيون المتقدمة غرف عمليات مجهزة على أعلى مستوى لجراحات المياه البيضاء والزرقاء وزرع العرسات وعلاج القرانية المخروطية بالليزر والأشعة الفوق البنفسجية عمليات زرع القرانية عمليات الحوال للأطفال والكبار جراحات الشبكية والجسم الزجاجي وتجميل العيون والجفون وحدة الليزر العلاجي الأرجون ليزر لعلاج أمراض الشبكية والارتشاح السكري ونزيف الشبكية الياج ليزر لعلاج الجلوكومة ومزح العدسة بعد عملية المياه البيضاء وحدة فحوصات العيون المتطورة الموجات الصوتية للعين تطوير قاع العين بالسبغة الأشعة المقطعية للشبكية والعصب البصري مجال الإبصار بالكمبيوتر مقاص عدسة العين لعمليات المياه البيضاء تصوير القرانية وقياس سمك القرانية فحوصات زرع العدسات ولأول مرة في مصر وحدة علاج أمراض العيون بالخلايا الجزعية فريق عمل متكامل ومدرب على أعلى مستوى من أخصطائيين البصريات وأطقم التمريض لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.eglasic.com مركز الدكتور عيصام حسن لجراحات العيون والليزك مستقبل علاج ضعف الإبصار الآن في مصر 011-16-66-88-9 011-15-70-157-26-57-640-5 عيصان حسن موسيقى 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 موسيقى